مرحبا بكم على قناتكم وتر لايف نتعرف اليوم على مصادر المياه كما هو معروف الماء يغطي حوالي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية يعني أكثر من سبعين بالمئة من مساحة الكرة الأرضية يعني 1357.5 مليون كيلومتر مكعب من الماء الماء منتشر في المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات وتعتبر المصادر الأساسية للمياه وتعتبر الماء من المقومات الضرورية لحياة الكائنات الحية وأصبح للماء أهمية كبيرة في الصناعات والتي تحتاج إلى كميات كبيرة وهائلة منه حيث بعد استعماله صناعيا يعاد 85% مع النفايات الذائبة والعالقة إلى مصادره الطبيعية مصادر المياه مصادر المياه ينقسم إلى قسمين مصادر طبيعية ومصادر صناعية المصادر الطبيعية Natural Water Resources تنقسم المصادر الطبيعية إلى مياه مياه سطحية ومياه جوفية وكذلك مياه الأمطار والمياه المتجمدة نأتي الآن إلى المياه السطحية أمثلة على المياه السطحية مثلاً مياه البحاري أو المحيطاء هي مياه طبعاً تسمى المياه المالحة واختصارها SW بمعنى Sea Water أو Selling Water ثانياً مياه الأنهار والبحيرات الحلوة العذبة Fresh Water هي عبارة عن مياه عذبة ثالثاً المياه المتوسطة الملوحة Brachwater هي تكون بين مياه البحار المالحة وبين مياه الأنهار الحلوة مثل مصابات الأنهار وهي عبارة عن مكان لإلتقاء مياه النهر العذب بماء البحر المالح نأتي الآن إلى تعريف المياه السطحية المياه السطحية هي المصدر الرئيسي للمياه حيث أثناء جريان المياه في الجداول والأنهار تنجرف مكونات مختلفة من التربة وبعض المواد العالقة والذائبة مع الماء وهذا هو سبب ارتفاع المواد العالقة والعكارة والطمي فيها حيث تشمل هذه المواد العالقة suspended matters المواد اللاعضوية مثل الطمي والرمال ومواد عضوية مثل المكونات النباتية والحيوانية كذلك تشمل مواد ذائبة dissolved matter كالأملاح اللاعضوية مثل الكربونات والبيكربونات والنيترات والكبريتات وغيرها أمثلة على المياه السطحية مياه البحيرات leaks water مياه البرك bond water مياه الترع والمصارف مياه النابية spring water هذه أمثلة على المياه السطحية ننتقل الآن إلى المياه الجوفية تعريف المياه الجوفية ground or well water المياه الجوفية هي عبارة هي جزء من المياه الأمطار تتسرب خلال طبقات مسامية للأرض وتتجمع على أعماق مختلفة من سطح الأرض وتستخرج من الأبار وأملاحها أكثر من المياه السطحية لماذا أملاح المياه الجوفية تكون أعلى من المياه السطحية؟ السبب لأن الماء يذيب كمية كبيرة من الأملاح أثناء تسربه خلال التربة بطبقات الأرض فخلال مرور الماء خلال طبقات الأرض التي تحتوي على أتربة وأملاح فإنه يسحب معه ويذيب معه هذه الأملاح وكذلك نلاحظ أن المياه الجوفية تحتوي على نسبة بسيطة جدا من المواد العضوية أو العالقة لماذا؟ السبب في ذلك مرور المياه عبر الطبقات الأرضية فهذا يؤدي إلى أن هذه الطبقات الأرضية ترشح المياه من المواد العالقة نأتي الآن إلى الأمطار الأمطار نسميها الأمطار المجمع طبعا لماذا؟ تسمى أمطار مجمع لأنه يتم تجميعها طبعا الأمطار هي في المقدمة من حيث النقاء لماذا؟ لاحتوائها على نسبة بسيطة جدا من المواد العضوية وبعض الغازات الذائبة طبعا برز عملية تجميع مياه الأمطار في العصر الروماني يعني منذ القديم حيث كان في القديم يتم تجميع مياه الأمطار في قنوات مائية تخرج من الجبال في أحوال ترسيم ثم عبر الجاذبية يتصل القناة للمدينة فيتم توزيع المياه بحيث تفرع الأقنية بين أرجاء المدينة وكذلك كان يتم تجميع مياه الأمطار في خزانات أرضية ولكن كانت عادة مقتصرة على الأقنية مصادر المياه خصوصا السطحية أو الجوفية كل من هذه المصادر غير ثابت في خصائص المياه سواء كان من مكان إلى آخر وقد يكون في نفس المصدر تتغير خصائص الماء من وقت إلى آخر حيث نجد مثلا هذه المواصفات مختلفة في هذه المصادر للمياه من مكان إلى آخر تختلف مثلا مواصفات الماء من ناحية العكارة تيربيديتي ديزولف أكسجين كالار اللون الطاعم تيست الكنتكديفتي الإصالية التي دي أس توتال ديزولف سوليد الأملاح الكلية الذائبة القلوية الكينيتي العسر الكلي توتال هاردنس سي او دي بي او دي وكذلك توتال أورغانيك كاربون الكربون العضوي الكلي وتختلف أيضا في المواد العضوية لا تنسى عمل سبسكرايب واشتراك القناة وأعجبني وكذلك في البكتيريا الكلية وفي التلوث الإشعاعي هذا كان درسنا اليوم عن مصادر المياه أتمنى أن ينال إعجابكم أعزائي المتابعين هناك كبسة سبسكرايب موجودة أسفل مقطع الفيديو يرجى الضغط عليها والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد نتمنى وضع تعليقاتكم أسفل مقطع الفيديو